ثانيا المصروفات المستحقة وهي النوع الثاني من قيود التسويات التي تتم في نهاية الفترة المحاسبية وتعني أن المنشأة قامت بدفع مبلغ مصروف أقل من المصروف الذي يخص السنة أو أنها لم تدفع المصروف أصلا ففي كل الأحوال فإن المصروفات المستحقة هي عبارة عن النقص في المبلغ الذي دفع بالفعل أو لم يدفع أصلا عن المبلغ الذي يخص السنة وبناء عليه فإن هذا المبلغ الذي لم يدفع أو النقص في المبلغ الذي كان يجب أن يدفع يمثل التزام على المنشأة أو خصم لأنها سوف تدفع هذا المبلغ خلال العام التالي أو خلال الفترة المالية التالية ومن ثم يظهر هذا التزام أو هذا الخصم ضمن الخصوم المتدولة في الميزانية نأخذ على ذلك مثال صفحة 131 في منشأة عبد الله للدعاية والإعلان كانت الأجور في الشهر الواحد تبلغ مبلغ قدره 9000 ريال وقد تبين أن ما دفعته المنشأة بالفعل من أجور للعاملين خلال العام بلغ 100000 ريال فهل يطرى ما دفعته المنشأة هو ما كان ينبغي أن تدفعه أو هو المصروف الذي يخص السنة نحسب معا المصروف الذي يخص السنة وهو الأجور السنوية والتي تحسب عن 12 شهر الشهر الواحد بتسعة ألاف ريال إذن الأجور التي تخص السنة أو الأجور السنوية تمثل 108000 ريال إلا أن المنشأة دفعت فقط الأجور المدفوعة فعلا كانت عبارة عن مبلغ 100000 ريال فقط إذن على هذه المنشأة أجور مستحقة لم تدفع قدرها 8000 ريال هذه الأجور تسمى أجور مستحقة وهي تمثل التزام أو خصم على المنشأة يظهر ضمن الميزانية ضمن الأصول المتدولة نسجل هذه العمليات طبعا الأجور لا تدفع في تاريخ واحد خلال العام وإنما تدفع عادة في نهاية كل شهر مثلا إذن خلال العام تم إجراء مجموعة من القيود لإثبات سداد مصروف الأجور كلها كانت متشابهة حيث يظهر فيها المصروف مدينة والجانب الذي دفع النقديس بالصندوق أو بالبنك المهم أن مجموع ما دفع خلال العام كان مبلغ 100 ألف ريال إلى حساب النقديس بالصندوق باعتبار أن السداد تم نقدا طبعا هنا لا يوجد تاريخ محدد وإنما تم ذلك أكثر من مرة خلال العام إثبات سداد مصروف الأجور نقدا في نهاية العام نلاحظ أن المبلغ الذي دفع كان أقل مما كان ينبغي أن يدفع أو أقل مما من المبلغ الذي يخص السنة لذلك فهناك ضرورة لعمل قيد تسوية لإظهار المصروف الذي استحق في نهاية العام ولم يدفع بعد لأن مبلغ 100 ألف المدفوعة لا تمثل المبلغ الذي يخص السنة فيجب زيادتها حتى تصل إلى المبلغ الذي يخص السنة فكيف يتم زيادة المصروف؟ المصروف مدين ولزيادته يجعل أيضا مدين إذن نجعل في الجانب المدين أيضا من حساب مصروف الأجور بالمبلغ المتبقي الذي لم يدفع وقدره 8000 ريال طيب ما هو الطرف الآخر للقيد؟ ما هي الثمانية ألاف هذه؟ هذه تمثل أجور لم تدفع أو لم تدفعها المنشأة بعد وهي تمثل التزام عليها أو خصم والخصوم دائنة وعند ظهورها تظهر أيضا دائنة إذن لدينا خصم جديد اسمه الأجور المستحقة بمبلغ المستحقة على المنشأة وهي الثمانية ألاف ريال التي لم تدفع بعد إذن شرح القيد هنا إثبات مصروف الأجور المستحقة ويتم هذا القيد دائما في نهاية الفترة المالية بناء على ذلك نلاحظ أن هذا القيد ترتب عليه زيادة قيمة المصروف بعد أن كان 100 ألف تم إضافة 8 عليه فيصبح قيمته الجديدة 108 ألف الأجور المستحقة ظهرت كخصم جديد أو كالتزام على المنشأة مرة أخرى ظهور خصم جديد هو الأجور المستحقة وهو يظهر ضمن الخصوم في الميزانية وكذلك زيادة مصروف الأجور الفعلي بعدما كان 100 ألف تم إضافة مبلغ 8 ألاف عليه فيصبح المجموع الجديد 108 ألف وهو الذي يمثل المصروف السنوي الذي يظهر ضمن حساب الأرباح والخسائر وناء على ذلك فإنه في نهاية العام أيضا يتم إقفال المصروف الذي يخص السنة وهو المبلغ 108 ألف ريال في حساب الأرباح والخسائر وطالما أن المصروف مدين فإنه لإقفاله يجعل دائن ويكون الطرف الآخر المدين هو حساب الأرباح والخسائر من حساب الأرباح والخسائر بمبلغ 108 ألف إلى حساب مصروف الأجور بمبلغ 108 ألف إقفال مصروف الأجور في حساب الأرباح والخسائر ويتم ذلك في نهاية العام يوم 3012-22 عند تصوير الحسابات نلاحظ أن لدينا حسابين حساب المصروف ويسمى مصروف الأجور ولدينا حساب آخر سوف يظهر في نهاية العام يمثل الأجور المستحقة وهو حساب خصم خلال العام تم سداد مصروف الأجور على أكثر من مرة فتم سداد مبلغ قدره 100 ألف إلى حساب الصندوق لكن في نهاية العام لاحظنا أن هذا المبلغ لا يمثل المبلغ الذي يخص السنة بل إن هناك 8000 في نهاية العام تبين أن هناك 8000 لم تدفع بعد إذن هذا المبلغ يمثل أجور مستحقة اللي هو 8000 تظهر هذه أيضا لدى الأجور المستحقة والأجور المستحقة خصم فتظهر دائنة إذن يوم 3012 في الجانب الدائن في الأجور المستحقة يظهر أجور مستحقة قدرها 8000 من حساب مصروف الأجور بناء على ذلك نلاحظ أن الأجور بعدما كان المدفوع منها 100 ألف أضيف إليها المستحقة أو الأجور المستحقة فيصبح إجمال الأجور طبقا لذلك 108 ألف وهي التي تقفل في نهاية العام في حساب الأرباح والخسائر من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مصروف الأجور وبالتالي يظهر ضمن حساب الأرباح والخسائر المصروف الأجور بمبلغ 108 ألف بعد ذلك نلاحظ أن هناك التزام ظهر على المنشأة قدره 8000 هذا له رصيد دائن هذا الرصيد الدائن يظهر ضمن الخصوم في الميزانية عند تصوير حساب الأرباح والخسائر والميزانية نجد أن حساب الأرباح والخسائر سوف يظهر ضمن المصروفات لديه مبلغ قدره 108 ألف ويتسمى مصروف الأجور وهو المبلغ الذي يخص السنة بينما أن هناك ثمانية ألاف لم تدفع تظهر ضمن الخصوم وتظهر تحديدا ضمن الخصوم المتدولة اسمها الأجور المستحقة بمبلغ 8000 تأكيدا لذلك نقول أن المصروف الذي يظهر في حساب الأرباح والخسائر هو المصروف السنوي بينما أن المبلغ المستحق أو النقص عن المبلغ السنوي هو الذي يظهر ضمن الميزانية